الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هذا البرنامج الذي نبين فيه أهم الفوائد والدرر التي جاءت في أحاديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ونشرح هذه الأحاديث شرحا مبسطا من خلال ذكر أهم الفوائد والدرر وأهم مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأ هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث حديث الإمام البخاري الذي رواه في الجامعة الصحيح ولا نزال في شرح كتاب الرقاخ وحديث هنا هذا حديث عبد الله والمقصود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بوابه البخاري بقوله باب في الأمل وطوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به وقد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا هذا حديث عظيم أخواني الكرام أخوات الكريمات جاء بلفظ آخر أيضا رواه أنس رضي الله عنه قال قال خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب أخواني الكرام أخوات الكريمات أمر الله عز وجل عباده باتباع طريقة الذي اغتضاه للناس على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا جل على أن هذا الطريق نهايته ومآله للإنسان هو الجنة لذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن سلوك غيره من هذه الطرق وأخبرنا سبحانه وتعالى أنها تفضي إلى النار فمن سلك الجادة نجا وأما من خرج من هذه الجادة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القطوط أو هذا المربع من خرج عن هذه الطرق فقد أفضت به إلى النار والعياذ بالله لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذه السبل هي السبل الخاطئة سبل اليهود سبل النصارى سبل الأديان المنحرفة من البوذية وغيرها من الملل والنحل التي انحرفت عن دين الله سبحانه وتعالى التي انحرفت عن كتاب الله عز وجل التي انحرفت عن سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعن نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين إذن علينا أن نتمسك بكتاب الله علينا أن نتبع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبع نهج الصحابة ونهج التابعين ونهج أتباع التابعين من سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه ورضاه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب وحديثنا هذا عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم الخط المربع في هذا الحديث أجل الإنسان وكيف أن الإنسان يتبع هذه المسارات وهذا الأجل محيط بالإنسان وأما هذا الخط الطويل الذي خارج من المربع هو الأمل انظروا إلى كيفية تسهيل هذا المثل لهذه الأمة ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لهم الأمثال مثل ما نسميه الآن في الوقت الحاضر يعني الوسائل الحديثة مثل ما يعمل المدرس يعمل وسيلة معينة ووسائل حتى يقرب هذا الشرح إلى الأذهان فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تارة يضرب المثل في القمر تارة يعني يرسم رسمه في الأرض وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الخط داخل المربع وفيه الخطوط الصغار هذا هو الإنسان وهذا الأجل محيط به وهذا الخط الطويل الذي خارج من المربع هو الأمل الأمل الذي دائما يركن إليه الإنسان في هذه الدنيا يعمل يقولي يعني أنا سأعيش سنتين ثلاث عشرة أنا سأعيش خمسين سنة بعد ستين سنة سبعين سنة وما يديه الإنسان أنه بعد يوم أو يومين سوف يتوفاه الله عز وجل حادث بمراض بأمر بسكتة قلبية هناك من الشباب عمره سبع تارش تمنتارش عشين سنة نام نومة ولم يستيقظ أيقظته أمه وإذا هو قد مات وجاء ملك الموت وقد قبضه بسكتة قلبية أو غير ذلك من الأمراض إذن كذلك ما يفعله البعض في هذه الدنيا يتأمل ويترجى في هذه الدنيا فيتعلق قلبه تتعلق نفسه بهذه الدنيا وملذات هذه الدنيا فيريد أن يفعل كذا ويتاجر كذا وأن يسافر إلى كذا حتى يأتيه الأجل فهذه الخطوط الصغار بجانبه هي الأعراض يعني ما يعرض الإنسان فإذا أخطأه هذا نهشه هذا وذلك إنما يكون للهواء وذوات السمو كالحية ونحو ذلك فهذه الأعراض التي تعرض الإنسان هذه المرة قد ينقلب بالسيارة لكنه سلم وهذا عرض من الأعراض عرضت له المرة الأخرى طاح انكسر لكنه سلم المرة الثالثة وقع له مرض شديد سلم وهكذا حتى يتجاوز هذه الأشياء ثم يأتيه مرض بفراش الموت فيموت فإذا جاء الأجل انقطعت كل هذه الأمال التي كان يفكر فيها الإنسان ولاحظوا خط الأمل طالع من الأجل بعيد فهؤلاء الناس الذين ماتوا وفاتوا هم لا شك يعني مرتهنون بأعمالهم في المقابر هل انقطعت آمالهم كانوا فقط يعني يتأملون إلى حد الموت وانتهى كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أنفقنا استقلال أوقاتنا بطاعة الله جل وعلا وأن تتعلق قلوبنا بالآخرة ولا تتعلق في هذه الدنيا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر